اشتركوا في القناة برفقة سمح السيد محمد حسين العميدة حياكم وسمح السيد الله أفوظكم ورحمة الله مشاهد الكرام في حلقات ماضية سمح السيد تناول ارتباط المعجزة بخوارق العادات وقد صندف سمح السيد خوارق العادات إلى خمسة أصناف العلم الاكتسابي الاستعداد النفسي القوة الخفية الرياضة وخفة اليد في الحلقة الماضية تناول سمح السيد القوة الخفية وتناول موضوع الجن اليوم العنوان سيكون من شاء الاعتقاد بتأثير الجن نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته طيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد رب يشرح لي صدري ويسلي أمره وحلو العقدة من لسان كما تفضلت أخي الكريم فإن القوة الخفية التي يعتقد بها الناس كثيرة كالجن والسحر والنجوم والتنجيم والأبراج والكيف والفنجان وإلى آخر من هذه الأمور التي يتعلق بها الكثير من الناس طبعا فئات كثيرة من المجتمع تتعلق بهذه الأمور وتؤثر على حياتها نحو من التأثير طبعا حتى مسألة الحسد والعين يعني مع وجود هذا الأمر الحسد والعين لكن نجد أن بعض الناس يبالغون في الشعور بتأثير هذا الأمر بحيث يعزون كل أمر سيء إلى أن هناك حاسد وهناك عين وفي هذا تطرف يعني في كل هذه الأصناف تطرف ومبالغة فالكلام تارة عن أصل وجود هذه الأشياء وعن درجة التأثير التي يظنها الناس لهذه الأشياء نعم في أصل وجود هذه الأشياء لا ننفي وجود الجن القرآن أثبت هذا المعنى أن هناك مخلوقات تسمى بالجن مع الإنس والسحر أيضا والحسد والعين وإلى آخر حتى تأثير النجوم إلى حد ما قد له بعض المناشئ أو النصوص الدينية التي تثبت هذا لكن بحدود معقولة هذا كل بحدود معقولة بحدود قليلة يعني بسيطة في النسبة المشكلة لدى الناس هو تعظيم هذه النسبة والمبالغة فيها بحيث أن هذه الاعتقادات الجن والسحر والأبراج وغير ذلك تؤثر على مسار حياتهم بشكل كبير بحيث أنهم يتورطون في مثل هذه المسائل في دهليز يعني ومتاهة لا يخرجون منها أبدا وهذا جزء من عقوبة من العقوبة الدينية عقوبة الإلهية على من أساعظهم بالله تعالى وتعلق بمثل هذه الأمور لأن هذه لو حللت القضايا عندما سنأتي لها تجدها أنها قائمة الركن الأساس فيها هو إعطاء التأثير القوي لهذه الموجودات والسوء الظن بالله تعالى في المقابل وكأن الله تعالى فتح أبواب أبواب الجحيم على الناس وصلت عليهم الجن والسحر وإلى آخره من غير أن يردع هذه القوى عن أذية الإنسان وهذا ما ينافي الأدل الإلهي أحسنت والرحمة واللطف الإلهي الله تعالى أكثر رحمة بعباده وبالناس جميعا من أن يفعل بهم هكذا لكن هو سوء ظن بالله تعالى وتعظيم لهذه القوى فالله تعالى يوقع من باب العقوبة من يظن بهذه المسائل يجعله منشغلا بها ويدور في حلقة مفرغة كما سنبين إن شاء الله تعالى إذن ماذا نريد أن نقول في هذه الحلقات طبعا الموضوع الجن والسحر مواضيع فيها تفاصيل كثيرة وبالتالي سأضطر أن أطيل الحديث عنها لأن هذا الداء الاجتماعي يجب التصدي له حتى يتخلص العقلاء من الناس الآن بعض الناس لا ينفع معه الكلام هو قد تورط في مثل هذه القضايا وتلبس بها تلبس بها يعني اعتقد بها ليس تلبس الجن لأننا لا نرى حقيقة لتلبس الجن هذه أحدى المفاهيم الاجتماعية الخاطئة لا يوجد شيء اسم تلبس الجن لم يرد في النصوص الشرعية ولا يصدق عقلا يعني لا يمكن تصدق عقلا ولا شرعا بمثل هذه الدعوة بينتم سمحت سيد في الحلقة الماضية هناك مس وبينتم معنى المس حتى المس نعم أحسنت هو مسد الشيطان وليس للجن والشيطان صنف من الجن في الواقع الذي أريد أن أصل له في مثل هذه الحلقات في الرتبة الأولى هو تنزيه الدين تبرئة الدين عن مثل هؤلاء المدعين الذين يتلبسون بزي الدين أو بزي النسبة للنبي صلى الله عليه وآله أو بزي أو آخر يخدعون الناس بالمسبحة وبأفرض مكان السجود والاستثلات ببعض الآيات القرآنية وبعض اللبس الديني كالشال أو غير ذلك مما هو متعارف عند أهل الدين وكما تفضلت تلبيس ذلك ببعض الآيات والرقى التي منها ما هو شرعي صحيح ومنها ما هو مزيف وبوضع هؤلاء وضعوه وضعا لا أصل له ولا شرع له فالأصل في كلامنا هو أن ننزه الدين عن مثل هذه الدعوة الآن بعد ذلك إذا نزهنا الدين نقول هذا الشيء لم يأمر به الدين وليس له من شاء ديني هذا دجل وهذه خزع بلات اخترعها الناس لينشغلوا بها لأسباب سنذكر مناشى الاعتقاد بهذه الأمور بعد ذلك فليفعلوا ما يشاء المهم لا ينسبوا هذا الأمر إلى الدين إذا انتهينا من هذه المرحلة ننتقل الآن إلى أن هذا الأمر غير الديني الاجتماعي ندخل في حالة من الحوار العقلاني مع المجتمع لتخليصه من وباء أنا أسميه فوبيا فوبيا طبعا الصلاح الذي هو معناها الخوف مثل ما يوجد فوبيا من المرتفعات فوبيا من المكانات المغلقة فوبيا من الظلمة يوجد فوبيا من الجن هناك انغماس لدى المجتمع شديد في تصور أن الجن مخلوقات شريرة وهي تؤذي الإنسان ليلا ونهارا ويتحصنون بها ومنها بشكل كبير وهذه الفوبيا في الواقع تجعل المجتمع ضعيف تجعل الفرد ضعيف لأنه يستسلم لأمر ليس بيده وإنما بيد هذا الدجال الذي يأخذه يمنة ويصر يصبح فاقد للإرادة فاقد للوعي فاقد للعقل يسلم عقله وإرادته وكرامته في بعض الأحيان يعني بعض الأحيان تصل حالات دعوة تخليص الناس من الجن إلى مس المرأة أمام زوجها مس بدون ساتر أو تكشف عن وجهها أو عن رأسها بدعوة أنه يريد أن يستخرج الجن من المكان إذا لم يتطور الأمر إلى غير ذلك ونقل لي بعض من شاهد هذه الحالات أنه في بعض الأحيان يصل المدعي هذا الدجال إلى أن يضع فما قريب إلى فم المرأة بدعوة أنه يخاطب الجن وأمام الزوج وأمام الأخ وأمام الإبن وهذا الإنسان يفقد الإرادة أو الكرامة في أن لا يقبل بهذا وهي لو مست في خارج هذا الإطار في الشارع لو نظر لها أحد بنظرة لثارة الحمية والغيرة عنده لكن هنا تصدب منه الإرادة والكرامة والدين لأن الإنسان لا يجوز له بأي حال من الأحوال فالطب الذي هو ضرورة يشدد الشرع في أن تكون هناك ضرورة وعدم وجود بديل من لبس كيف أو عدم النظر إلى العورة أو غير ذلك يشدد جدا في الطب مع الضرورة أما إذا لا يوجد ضرورة أصلا حتى هذه الرتب لا يسمح بها لكن هؤلاء يستبيحون الأمور كيفما كان وطبعا الإنسان يستسلم لماذا وهذا هو جوهر الفساد في هذا الموضوع لأنه يجهل تماما الموضوع ولا يعلم أنه هذا حق أو باطل هو يقول هذا الدجال أنه يجب استخراج الجن بالطريقة الفلانية فليس له إلا أن يسلم وإلا لعله التهديد أن الجن سيخرج من فلانة إليك أو يأتي جن آخر أو سيد الجن أو شيخ الجن أو جن أكبر أو وما إلى ذلك فالمشكلة في هذا الموضوع أنك في الطب الآن يوجد قواعد قوانين على أقل تستشير هذا الطبيب يقول تحتاج إلى عملية جراحية لكن تستشير بعض المقارب المعارف من الأطباء أنه طبيب آخر مثلا أنه يوجد هكذا تشخيص هل هو صحيح أو لا هذا علم مدروس يوجد عنده كثيرين قواعد وقوانين وموجود في الكتب يمكن أن يسان أن يطالع يمكن أن يفتش في الأنترنت فيأخذ قرار أنه يعمل العملية أو لا يعمل العملية يعني شيء خاضع للدراسة خاضع للمشاركة خاضع لاستشارة خاضع لأخذ رأي الآخرين أما في موضوع الجن أنت وهذا الدجال منفرد بك يعني ينفرد هذا الدجال بهذه الضحية تماما لا يوجد أحد يستشار لأنه يقال هذا علم خاص هذا الله تعالى وهبه هذه الموهبة أو المنحة يستخرج الجن فليس له إلى أن يستسلم تماما وهنا خطورة الأمر أي أن الإنسان في الواقع يتحول من إنسان كريم كرمه الله تعالى إلى آلة بيد هؤلاء يفعلون به ما يشاء الآن قاد البعض يبتزهم ماليا بشكل مستدرج طبعا في البداية لا يطلب المال مباشرة لاستدراجه فيوقع هذا لوجه الله أو في سبيل الله أو في الشيء بسيط من باب الهدية ألف دينار ألفين أي رسم يعني يسموه لكن فيما بعد عندما يتمكن هذا الدجال من هذه الضحية يفرض عليه ما يشاء لأنه خلاص ليس عنده إذن خيار لأنه تورط في الأمر فكثيرا ما أنصح من يسأني عن هذا الموضوع من أن هذا الطريق طريق لا عودة إذا دخلت فيه لن تخرج منه خلاص أنت بعد صار عندك قوة نفسية استعداد نفسي استعداد نفسي عالي أن هذا الموضوع صحيح خصوصا إذا جرت أمامك بعض الحوادث التي بسبب الدهشة وبسبب الاستعداد للتصديق والبحث عن أمل وفرج لقضية أو أخرى وذكرتم نقطة مهمة سمع سيد عقوبة الدين أيضا أحسن فأنت تصدق بهذا وبعدئذ لا يمكن إقناع الآن كلامنا هذا يستخفه من قبل كثيرين يقولوا نحن شاهدنا ورأينا خلاص يعني أغمي عليه وعلى عقله وألبس عليه الحق والباطل بحيث لا يستطيع الآن أن يقتنع ولا يمكن أن يقتنع لا بدين ولا بشريعة ولا بفتوى ولا برأي مرجع ولا بآية ولا برواية هذا الدجال صار فوق الدين وفوق القرآن وفوق السنة وفوق الأئمة أمره نافذ والشريعة أمرها معطل لا يمكن لهذا أن يقال له هذا باطل وهذا حلال وهذا حرام لن يتقبل لأنه خلاص تعبد بهذا الدجال تعبد صار تابعا أعمى لهذا الدجال إذن الرتبة الأولى أننا نريد أن ننزه الدين عن مثل هذه الدعاوة الرتبة الثانية أننا نوعي المجتمع قدر الإمكان على الأقل من لم يتورط بهذا بعد أو من تورط بشيء قليل يمكنه أن ينسحب أو ندعو لمن تورط بأن الله تعالى ينجيه من هذا البلاء الذي هو يشبه الوسواس عندما يسيطر على الإنسان وفي الواقع أن الجن هو بهذه المقدمات الجن في الواقع عند هؤلاء الضحايا المساكين هو أمر صنعه الإنسان بيده وتلبس به بيده هو جاء إلى الموضوع وغذى نفسيا يعني غذى نفس على هذا الأمر وتلبس به فهو قد لبس رداء بيده ليس هناك جن جاءه شرير وتلبس به هو بيده بهذه السخافة العقل أجلكم الله عفاكم الله وعفانا جميعا وبهذه الحماقة فتح الباب لنفسه للدجل والوهم وأن يسيطر عليه وهو هذا الجن الجن هو الوهم الذي يسيطر على الإنسان بحيث يسلبه الإرادة والعقل هذا هو الجن الشرير الذي يسيطر على هؤلاء وليس هو ذلك المخلوق المسكين الذي مثله مثل الإنس الله تعالى عندما خاطب الإنس والجن على حد سواء وحتى عندما قال أن هناك شياطين قال شياطين الإنس والجن أو الجن والإنس وبالتالي كل المخلوقين يعني كل الطرفي الخلق الجن والإنس هو يتساويان في كل شيء في الحقوق والواجبات والتعبد الله عز وجل والتكليف والأنبياء وغير ذلك وبعض الإنس هو أكثر شرا بكثير من الشاطئ مثل هذا الذي يقطع الرؤوس وينتهك الأعراض ويختصب ويختطف ويسرق ويفسد في الأرض هو أكثر شرا من مليارات من الجن التي قد تكون الكثير منها الأغلب كما يعني إن لم يكن مسالم فهو مؤمن وصالح ولا يريد بالإنسان شرا إذن نبدأ بالرتبة الأولى عندما تفتح موضوع الآن في أي مجلس من المجالس حتى عندما يسمع كلامنا الآن يقال أن الجن مذكور في القرآن وكأن هذه الحجة الأولى التي يواجهك بها هؤلاء الأدعياء الجن مذكور في القرآن آمنا بالله وبعض الأنبياء تعامل مع الجن كسليمان عليه السلام وبعض الأئمة تعامل مع الجن كأمير منين عليه السلام فإذن لماذا تنكرون أمرا أثبتته النصوص المغالطة هنا المغالطة واضحة أن القرآن أثبت وجود الجن دم يثبت تأثير الجن على الناس وتلبس بالإنسان وكأن الإنسان بيت له وهذا يأتي ويدخل إلى هذا البيت ولا يرضى أن يخرج إلا بهذه الطرق التي يمارسها سمح سيد شبهة الأولى قضية التمييز ما بين الوجود والتأثير آم فالذي أثبته القرآن وجود الجن لا تأثير الجن بالطريقة التي يفهمها الناس أولا ثانيا القرآن أثبت للجن أن منهم الصالحون ومنهم الأشرار كما للإنس منهم الصالحون ومنهم الأشرار هذا القدر فقط الذي أثبته القرآن أكثر من هذا لا يوجد الباقي تأليف واختراع الإنسان نفسه هو الذي اخترع شيء لأسباب سأذكر بعضا منها هذا أولا ثانيا لا يوجد في القرآن شيء اسمه تلبس قد يقال دعوة ثانية الآن الحجة الأولى أن هذا الأمر مذكور في القرآن قلنا أنه ذكر في القرآن كوجود مثل مثل الإنس لا أكثر ولا أقل الأمر الثاني أن هناك في القرآن شيء اسمه مس هذه الحجة الثانية المس في الواقع لا يوجد في القرآن شيء اسمه مس الجن لا يوجد أولا تلبس الجن ولا حتى مس الجن لا يوجد تلعيده حتى أنزع هذه الفكرة من النفوس لا يوجد في القرآن شيء اسمه تلبس الجن ولا يوجد شيء اسمه مس الجن يوجد شيء اسمه مس الشيطان مس الشيطان والشيطان يمس جميع البشر عدل معصومين بل في بعض الأراء حتى المعصوم يتعرض لذلك لكنه لإخلاصه لا يغويه الشيطان يعني ويغريه الآن إبليس عليه اللعنة ظهر لإبراهيم عليه السلام وأغراه ببعض الأمور لكن إبراهيم رماه بالحجر فإذا حتى للأنبياء يظهر لكنه لا يقدر عليهم هذا الفرق وأما عامة الناس أنا وأمثالي وعامة الناس فلا شك أن الشيطان يمسنا وحتى المؤمن القرآن يقول حتى المؤمن يمسه الشيطان لكن الفرق أن بعض الناس تستجيب لنداء الشيطان وبعض الناس تستجيب أو لا تستجيب أو تهم بالاستجابة فتتأنى يعني بعد أن يهم يفكر المعصوم لا يهم رتبة العصمة أصلا لا يهم يعني لا يدير الأمر في رأسه هل يزني أو لا يزني كيف يزني لا يتردد أصلا من الأول لا يهم لا يفكر في العصمة حتى عندما قيل في تفسير سورة يوسف عليه السلام مهمة بها بتأويل مذكور في محلة لا أريد أن أتشعب فالأنبياء والأئمة المعصومين جميعا لا يهم بالذنب أصلا الإنسان المؤمن يهم هذا هو مس الشيطان وإذا مسهم طائف من الشيطان بمعنى يفكر في المعصي يدبر الأمر في رأسه لكنه عندما يقترب إلى الفعل يرتدع لا يفعل فالآية عندما قالت إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فالآية هذه التي فيها مس الشيطان فيها ما يلي أولا أن المس هنا يكون للمتقين إذا كان للمتقين يكون لغيرهم من باب أو لا فالشيطان يمس جميع بني آدم عدى المعصوم إلا إذا قلنا أن المعصومين أيضا من المتقين لكنه لا يهمون يعني لا يصلون إلى رتبة الهم بالذنب لكن الآية تنصرف للمؤمنين المتقين يعني المؤمنين عدل معصومين إذا مسهم طائف لم يقل إذا مسهم الشيطان لم يقل إذا مسهم الشيطان ليست القضية مباشرة بين الشيطان الطائف هنا فسرت في التفاسير لعله عليها أغلب التفاسير أي أن الشيطان يطوف حول الإنسان ليوسوس له يأتيه عن اليمين عن الشمال من الأمام من الخلف يعني يأتيه من كل جهة يزيل له المعصية فمسهم طائف من الشيطان أي حام حولهم إبليس عليه اللعنة وجنوده ليغروا بني آدم بالمعصية فإذا مسهم ووجدوا أنهم وقعوا في فخ الشيطان ووسوسة الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني أبصروا أن هذا الأمر باطل وهذا الأمر فيه ضرر على الإنسان ومعصية فيتجنبون ذلك هذا النص الأول النص الثاني يقول الذين طبعا هذا التفسير ورد عن المعصومين عليه السلام التفسير مسهم طائف من الشيطان التفسير عند المعصومين عند أهل البيت عليه السلام أذا ينبغي أن يؤمن به أتفاع البيت مئة بالمئة لأنه نص صحيح مسهم طائف من الشيطان التفسير عندهم هم المؤمن بالذنب هم يعني تفكره بلهم أحسن تفكره أو يعني بداية الإرادة يعني بداية الفعل قبل أن يفعل تحركت نفسه لكي يفعل لكنه لم يفعل هذا النص الأول النص الثاني الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان من المس عفوا يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان من المس تخبط هؤلاء طبعا هذا المثل هذا المثل للناس غير المؤمنين يعني الذي يأكل الربا ويتخبطه الشيطان هو ليس بمؤمن لا يمكن أن يكون مؤمن يمكن أن يكون مسلم بالهوية ظاهره الإسلام فلا يمكن أن يحدث هذا يتخبط يتخبط بسبب مس الشيطان للمؤمن المثال ضربة للكافر للعاصي للجاحد للحكم الشرعي للمتمرد على الحكم الشرعي للذي يبارز الله تعالى في المعصية هذا لا يمكن أن يكون مؤمن هذا قدر أن الشيطان إذا تسلط على بني آدم فقد البصيرة لأن تلك الآية قالت فإذا هم مبصيرون فإذا مسه الشيطان يعني أغراب المعصية فعصى الله تعالى تخبط بمعنى كيف يتخبط الإنسان يتخبط عندما لا يهتدي يفقد البصيرة فالكافر والمنافق والفاسق الفاسق هم ليس بأي رتبة برتبة المبارزة لله لأن الربا شديد جدا الربا بالمناسبة هذا العل أنا نستغل بعض الحلقات قد هذا الداء أيضا يبدو يعني يبدو أنه قد يسري لدى بعض الناس بتسامح شديد فقط أذكر هذه الرواية التي كلما وجدت مناسبة لذلك فأنا أذكرها لشدتها ليعلم الناس جميعا وخاصة المؤمنين وأتباعها للبيت ومن يفتخرون بانتسابهم لأهل البيت عليه السلام أن المعصومين عليه السلام وصفوا الربا بمضمون روايات كالتالي أن درهم من الربا أشد من سبعين زنية سبعين زنية بمحرم في بيت الله الحرام يعني هذا التسامح لدى الناس لا يتناسب مع حجم الربا في واقعه في علم الله عز وجل وفي حقيقة الأمر في حقيقة الأمر أن الدرهم من الربا ليس كأشد ليس كمثل لا أشد من السبعين زنية بمحرم في بيت الله الحرام فهذا الأمر يجب أن يعني وكثير من البيوت بل أنا أظن وأعتقد أن جميع البيوت التي دخلها الربا بتعمد لا باشتباه المعاملة والجهل بتعمد انتهت إلى الخراب فهذا شيء مسلم يعني والقصص في هذا عند الناس كثيرة مع هذا هناك حمقى من الناس طمعا ببعض الدراهم والدنانير الزائف الزائلة التي تحرق المال وتحرق البيت لكن الربح العاجل يغري الإنسان وبراءه خراب ما بعده خراب فأعيد الرواية حتى يتورع الناس كثيرا ويفكروا كثيرا قبل أن يتورطوا بمثل هذا الأمر أن درهم من الربا أشد من سبعين زانية بمحرم في بيت الله الحرام هذا أمر عارض يعني اقتضى الأمر التنويه له فهنا مثل هذا الذنب الذي هو أشد من سبعين زانية درهم منه يصفه القرآن لا يقوم هذا الذي يتعامل بالربا إلا كما يتخبط يقوم الذي يتخبط يتخبطه الشيطان من المس والمس هنا من الشيطان بمعنى صار واضح مس الشيطان هو القيام بالذنب فكل إنسان كل إنسان قام بذنب فقد مسه الشيطان كل إنسان قام بذنب فقد مسه الشيطان بل كل إنسان هم بذنب قد مسه الشيطان الفرق أن المؤمن إذا هم بالذنب المتقي ليس كل مؤمن المتقي يرتدى يبصر وأما غيره فيتورط بالذنب فعلى هذا على هذا التفسير لدى المعصومين عليهم السلام والآيات القرآنية 99% و99% كذا 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 من الناس عدى المعصومين قد مسهم الشيطان إلا من رحم ربي من عدول المؤمنين والمتقين والورعين ولا تخلوا منهم الأزمنة والأمكنة إذن كل إنسان فيه مس من الشيطان عدى من استثنينا ليست القضية مس الجن أن هذا لديه صرع وهذا لديه ألم وهذا لديه مرض لا المفهوم القرآني لمس الشيطان لا يستثني أحدا حتى المتقين الذي يهم بالذنب شملته الآية وشمله الوصف أنه مسه الشيطان هذا آين وما يعني يراه الناس آين بقي شاهد آخر يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان إن الشيطان اللي هو الشرير من الجن ليس كل جن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا الشيطان زعيم الأبالسة زعيم الشياطين كبير الشياطين أو جنس الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا ليس له سلطان على الذين آمنوا هذا هو القيد الذي قيد الله تعالى به إبليس وجندة الذين هم بعض الجن فما بالك بباقي الجن الصالح أو المسالم كبير القوم لا يمس ولا يتلبس أحسن بالذين آمنوا فإذن صحيح النص القرآني مفهوم من عندنا نشتاق منه أنه ليس للجن سلطان على الذين آمنوا هذا نص قرآني يعني ناتج قرآني الله تعالى من علينا تفضل علينا ترحم بنا إلا أنه لم يجعل الجن سلطان على الذين آمنوا هسا كلامنا مع الذين آمنوا هسا الذين كفروا أصلا هم في واد آخر لا يعتقدون بالله وقد يعتقدون بالجن ولا يعتقدون تلك مسألة أخرى الذين هم مشكلة الذين آمنوا إذن يا أيها المؤمن ثق بوعد الله عز وجل لك أنه لم يعطي سلطان لإبليس فضلا عن عامة الجن الذين هم مسالمون أو غير ذلك ولا يوجد شيء اسمه مس ولا يوجد شيء اسمه تلبس بعد ولا يوجد داعي إذا ذكر الجن تعوذت بالله ولا يوجد داعي إذا ذكر الجن ارتعبت واصبت بالخوف وكأنما لا يوجد داعي لهذا المؤمن رزن وقور محصن حصيف ذكي فطن يعني وافر العقل وافر الفطنة لا يستخف به بهذه المسائل الجاهل الضعيف العقل ضعيف الدين ضعيف الاتكال على الله لأنه قال الذين آمنوا على ربهم يتوكلون هو الذي يمكن أن يسلط عليه إبليس بدليل نفس الآية في صورة النحل التكملة وهو أمر حاسم إنما وإنما تدلع الحصر يعني لا يوجد إلا هذا الاستثناء إنما سلطانه سلطان إبليس ليس الجن على الذين يتولونه إذا أعطيت ولائك لإبليس صار سلطان إبليس الله تعالى جعل سلطان لإبليس على الإنسان إذا الإنسان أعطى ولاء لإبليس دقيقة واحدة صار لإبليس سلطان على الإنسان هذا هو العقد بيننا وبين الله الأمر بيد الإنسان سمحت سيد إن آمن فليس هناك تأثير من إبليس إبليس لا من عامة الجن المساكين ومن يتولى الشيطان إذن هناك مس لا تلبس مس يوسوس للإنسان ويتخبطه الشيطان فإذن هذا دلاء القرآنية خضية قرآنية النصوص صريحة ليس فيها مجال التاويل والتردد إذن الأمر كما تفضلت بيد الإنسان إن أعطاه إن توكل على الله فليس الإبليس فضلا عن عامة الجن سلطان عليه فالنقل الجن جميعا وإن تولى إبليس الولاء بمعنى الطاعة والتبعية وماذا نسميه يعني يعطي العبودية لإبليس يعني يتعبد بقول إبليس خلاص أنت باختيارك الذين يتولونه باختيارهم جعلوا لإبليس سلطانا عليهم إذن لا يوجد معنى أن هذا الطفل المسكين وتلك المرأة وذلك العجوز وذلك الشايب والعجوزة أن يأتي الجن فيتلبس بهم وهذه القضايا هذا أولا ثانيا لا معنى للخوف أصلا من قضايا الجن والارتباك يعني الحذر وغير ذلك لا يستطيع كل ذلك هم قوم مسالمون الله تعالى حصنهم بحصون معينة وحصنهم منا وحصننا منهم يعني هناك بعض الشياطين كما يأتي في سورة الجن يرهقون الجن بعض البشر يرهقونه يؤذون الجن بالتسخير الذي هو الموضوع الثاني ففي الواقع أن الجن يحتاج أن يتحصن من بعض بني آدف ويأتي بكاعة نعم أحسنت سمحت سيد المشاهدين الكرام الموضوع حول الجن والتأثير هذا المخلوق على الإنسان كان له تأثير أو ليس له تأثير وبين سمحت سيد قضايا مهمة بأن هناك مس وليس هناك تلبس المس للشيطان المس للشيطان وليس للجن منشأل اعتقاد بتأثير الجن ووجود الجن وتأثير الجن هو محور هذه الحلقة الأرقام ظاهرة أمامكم بالإمكان اتصار طرح الأسئلة في موضوع يتعلق بقضايا الجن سمحت سيد إذن القضية مرتبطة بالإنسان الإنسان هو من يفتح الباب المؤمن لا يفتح الباب لا يخاف يتعوذ من الله من الشيطان الرجيم وإن مسته الشيطان أي يوسوس له حام حوله طاف حوله يوسوس له بالذنب ماذا يقول الشيطان يقول أن يغري بالمعصية يزيل له الزنا يزيل له شرب الخمر يزيل له السرقة يزيل له الاعتداء على الآخرين فإن فعل فهو ممسوس هذا ممس الشيطان نعم فكل من تزينت له المعصية فلديه ممس من الشيطان وإذا تذكر واتق الله عز وجل زال عنه ذلك وإذا لا ولا يعطاه الطاعة ولا الطاعة فصلته الله عليه هذا هو المفهوم الديني القرآني الروايي المعصومي في الإسلام عند هذا زيف وخداع ودجل ومخترعات من قبل الإنسان الآن السؤال إذا كان الدين إذا كان لا يوجد من شاء في الدين للاعتقاد بمثل هذه الأمور فما هو المناشئ أو ما هي المناشئ التي تجعل الإنسان يعتقد بمثل ذلك نعم سمح سيد نستقبل التصال أخذ سعاد من كربلا نعم ألو ألو نعم ألو السلام عليكم سيد عليكم السلام ورحمة الله سيدنا بدون سحن عليك أنا ما عندي أفضل فكل ما أروح المقال يقولولي تابعك يقولولي هاي الأمور هي تأثر عليك على الحمل نعم فأني ما أدري إن من أتجه إن من أروح واضح فكل اشتعباني حياكم الله فأريد الحل من الله ومن أتكم يعني ترجدوني للطريقة الصحية واضح أخذ سعاد إن شاء الله تسمعيني جواب نعم أدنى تصال ثاني نعم سمح سيدك كان لديكم تكملة نعم طبعا تكملة تحتاج إلى شرح طويل إذا أنا فقط الآن وصلت إلى مرحلة أن الدين ليس له دخل تماما لا بتابعه ولا بيجين ولا بيسحر ولا معقودة ديالة ولا مسوي لها عمل ولا إلى آخر هذه القضاء الدين بريء عن هذه الأمر نعم للحسد فقط الحسد فقط والعين لها تأثير لكن كالملح في الطعام يعني بمقدار ما وهناك طرق للتوقي من الحسد والتعاوذ بالله عز وجل من الحسدين معروف ومشهور هذا القدر معقول بالحسد شيء لا كما لدى بعض الناس من الوسواس في الحسد بحيث يشك ويظن بالسوء بجميع من يحيطون من أقارب وأرحام وأصدقاء وجيران فكلما كسر إناء يعني حسد وكلما سقط شيء يعني هناك حسد وكلما الحمد لله الكهرباء من تنطفي هذا شيء العراقين كلهم محسودين نعم فما هي المناشئ أذكر بشكل سريع إذا كانت تفضل نأخذ اتصال أبو علي من الديوانية ويانا أبو علي نعم تفضل أبو علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيد نعم سيد اسمعكم أبو علي التفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السيد عندنا واحد بالمنطقة فيدعي بأنه يطلع الجين وتروح لناس ويأخذ فلوس يقول عدد جيني يقوتي وأنا طلع في الجين واستسلم وعندنا غد الناس مؤمنة بهذا اللي باجي يعني نعم ويعني حاولون تتقفون سيدنا والله تنورونا الله ينور قلوبكم حياكم الله الله محمد من النجف تفضل أخي محمد ويانا محمد من النجف نعم نعم سمح سيدنا نعود إلى البحث أذكر بشكل سريع مناشى الاعتقاد بهذه الأمور وأبقي التفاصيل للحلقة القادمة مناشى الآن الذي يدور في بالي أربع مناشى أربع أسباب تجعل الناس يعتقدون بتأثير الجن ليس منها أمر ديني الدين من ذلك براء كم تفضل نعم أبو مصطفى من بغداد تفضل نعم نعم أبو مصطفى تفضل أبو مصطفى تسمعني أسمعك تفضل سؤالك عزيزي الله يساعدك الله يساعدك عيوني السلام عليك والسيد وعليكم السلام حياك الله أبو مصطفى أقول لك ساد العزيز بدون زحمة القلاق الأربعة هل تنظاف لهم قولي أعوذ يعني بصورة الجن نعم ونقدر نستهيذ بيها نعم واضح تسمع جواب إن شاء الله بمصطفى نعم إحسين من النجف تفضل أخي إحسين من النجف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا الشامس صحة الله أعفظكم إن شاء الله العفو سيدنا وله السؤال يعني بعيد عن الموضوع الحلقة نعم يعني أريد طريق مثلا أدلني على مثلا الوصول لله سبحانه وتعالى طريق مختصر يعني يعني تعرف حياة يعني مجغول بها وكذا يعني أعمال واضح 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 نعم شكرا شكرا تسمع جواب أخي حسين نعم سيدنا نعم نستمر نعم المنشاة المنشاة لدى الناس أربعة الآن هذا الذي خطر في بالي ولعله إذا وجد شيء آخر أذكره في الحلقة القادمة المنشأ الأول تجاري يعني هذا الأمر فيه كسب لبعض الناس سواء كان هذا الكسب للأفراد أو للجهات يعني قنام فضائية لديها من هذا الأمر مورد مالي فبالتالي هذا المنشأ تجاري وهذا هو الغالب أن المنشأ تجاري بعض الناس التجارة عندهم وجاهة لو لا يريد مال أفرض هو ميسور وكذا لكن بهذه الأعمال يصبح له تأثير على الناس يعني يستقبل في المجالس يقدم في الكلام فالوجاهة قد تساوق المال لا يفهم من التجاري دائما أنه يقال والله لا ما يأخذ فلوس قد ما يأخذ فلوس لكن هو بهذا يحصل على الشهرة والشهرة الناس تدفع من أجله المال الشهرة في بعض المجالات الإنسان يدفع مال حتى يحصل شهرة مو يكسب بعد الشهرة جاه والجاه هي أحد مطامع الرجال مضامير الرجال يعني الرجال تعرف بهذه الأمور بالمال والجاه والنسب والحسب فلا يخدع الناس في بعض الأحيان أنه فلوس ما يأخذ أموال قد القضية ليست بالمال أو لا يأخذ أموال من البعض يأخذ من الآخر أو لا يأخذ في البداية يأخذ فيما بعد أو لا يأخذ مال لكن قد يأخذ أعيان بعض الناس يقول احتاج إلى شات وغنم ودجاج وبيض وبالتالي هو يستحصل لكن ليس بالنقد وبعض الأحيان يقول أنا لا أخذ أنت إذا تريد تعطيني أي كله طرق هي بالأخير تجارية لكن الإنسان ماهر في أن يختار الطريقة التي هي لا تجعل الناس تصيء الظن به إذا تسمح سيد آخر اتصالين أبو محمد من بابل أو أبو حسن من بصوة أبو حسن ألو السلام عليكم وعليكم السلام أبو حسن ويانا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وحياك في العزيز والسلام عليكم حياك الله في العزيز أنا سؤالي محدد سؤالي بالنسبة إلى نشاة الجن يعني الجن هل هو يعني نحتبره يعني هو من نسل آدم عليه السلام يعني هل هو كان مع آدم مع البشرية ووجد هذا الجين أم كان خلقه قبل آدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد من بابل أبو محمد أبو محمد انقطعنا نعم لا هو مجال فقط نعم لا نستقبل التصالات أخرى لضيخ الوقت نعم هذا المنشأ الأول اللي هو التجاري وسنصلط عليه الضوء في الحلقة القادمة المنشأ الثاني هو الغرابة الغرابة في الموضوع عندما يسرد الإنسان قصة مرتبطة بالجن فهو بهذا يسترعي أسماء الآخرين يعني أحد القضايا التي يستمتع بها بعض الناس في الرواية لأنه يشد الجمهور قاعدين خطار محال بالسوق بالشارع بالقهوة إذا تحدث بهذا الأمر وخاصة إذا تحدث بثقة وببعض الوقاية ابن عمي وبن خالقي وفلان يوم وراح وكذا يحصل على استماع الجمهور فإذا أحد مناشئ رواج هذه الأمور الثاني هو غرابة الأمر والإثارة الموجودة فيه كما يروى أي أمر آخر غريب لكن هذه من الأمور الأكثر غرابة لماذا؟ في الواقع لأنك مهما تحدث لن يكذبك أحد ولو زيفت قصة وأضفت لها بعض القصص عندما تضاف لها الإضافات والبهارات والتضخيم الناس تبدأ تشك لكن هنا بخم ما شئت لا أحد يعترض ولا أحد يدرك حقيقة الأمر فقل ما قل وتكلم ما شئت فهذا بعض الناس يحب دائما أن يكون محور الجلسة فهذا من الأحاديث التي يجذب بها الجمهور هذا المنشأ الثاني المنشأ الثالث في الواقع وهو خطير جدا أنه يراد به من جهات معينة على نظرية المؤامرة الاستخفاف بالعقول وتسفيه العقول وتعويد الناس على الأمور الغير معقولة حتى يتركوا العلم والعمل والجد والاجتهاد ويركنوا إلى هذه المسألة مشاكلهم تحل بهذه الطرق لا بالطب ولا بالدراسة ولا بالعلم ولا بالتفوق الذي تتصارع عليه الأمم وتتزاحم وتتسابق هم يتسابقون بالعلم ويمنوننا بالخرافات والخزوبلات لكي نلتهي بها وأعقلنا كله يبقى غير واعي نحن للمخدرات طريقة من تخدير العقل وسأصلط الضوء عليها كثيرا إن شاء الله الأمر الأخير هو أن الناس السبب في رواجها أنها لا تدرك حقاق هذه المسألة يعني يخافون لعله الأمر صحيح لعله الأمر حقيقي وراء الذكر بالقرآن وراء الذكر كذا فلان الشيخ الفلاني المعمم الفلاني الملة الفلاني فيخافون لعله في الأمر حقيقة وهذا نحو من توجس الإنسان وهو احتمال الصدق أنه يحتمل الصدق لأنه يحتمل الصدق فهو يتمسك به يخشى أن يكذبه فيتسلط عليه الجن نحن في حلقة كاملة أنا أتحمل مسؤولية وحدي عن القناة أنا أتحدث عن الجن ولا أخشى من هذا الأمر وليكن المؤمن شجاع في هذا المجال لا ينبغي أن يكون متخاذل وصخيف العقل وضعيف النفس بحيث تهيمن عليه مثل هذه القضايا هذا كله سنتحدث عنه في الحلقة القادمة سمح سيد ذكرتم بعض الأمور الأخرى ومنها قضية أنه أمر خفي عن الناس نعم لا يعلمون بقواعد وضوابط وقوانين هذا المثل فاستغلال هذه القضية أيضا لا تأثير على المقابل كما بينتم أنه قضية مستغربة الناس تستمتع بهذا الأمر لا يوجد كتاب ولا يوجد أنترنيت ولا يوجد أمور بينتم من ذلك قضية قرآنية ثابتة كلمة مس وردت مرتان وقضية مرتبطة بالشيطان والذن والمعصي والمعصي وكلنا فينا مس من الشيطان إلا من رحم الله إلا من رحم ربي كل بني آدم خطاء وبالتالي كلنا مسنا الشيطان حتى أن أيوب خطر في بالي أنه مسني بنصب وعذاب وحتى بعض الأنبياء مسهم الشيطان لكن بالأذى وبالضرر المادي المادي أو المعنوي البسيط فإذن هذا أمر شاء مس الشيطان يحصل يوميا ليلة نهار لا بهذا ولا بذاك والخروج من مس الشيطان التطهر من مس الشيطان بالتوكل على الله بالتبصر بترك المعصية بترك المعصية بالردع عن المعصية خلص خرج الشيطان إذا تلبس به الشيطان لا يوجد تلبس لكن أنت سامح فيوميا نحن عندما نذنب يمسنا الشيطان وعندما نستغفر يرتدع الشيطان عندما نتعوذ بالله يرتدع عننا الشيطان عندما أذكر هذا الشيء قبل أن أجيب عن الأسئلة وبسرعة عندما ذكرت النصوص الجن قالت النصوص وأعوذ بك كثير من النصوص من شري فسقت الإنس والجني والعربي والعجم فالجن واحد من المساكين يعني بعض الإنس وبعض العرب وبعض العجم هم أكثر شرا من هذا المخلوق البسيط المسكين الذي نحمله كل شرورنا وبلاوة بلانا ومشاكلنا وغير ذلك نعم ممكن نتوقع أن الجن يتابعون الحلقة ويستبشرون خير نعم بعض الجن مسرورين برأتهم يتهمهم نعم لاخد سعاد قضية أيضا مشهورة سمعنا قضية تابعة نفس الجن تابعة نحو من الجن الملازم للإنسان الذي يتابع الإنسان ويريد به السوء من الأخير يعني إذا كانت تثق بنا بالقناة بالبرنامج بالدين بالحوزة في النجف عليها أن تترك هذا الموضوع جملة نتفصل لا يوجد شيء اسم تابعة ولا جين ولا خرابيط ولا خزع بلات هذا أمر إن تورطت به لن تخرج منه سالم أبدا يتطور الأمر إلى هلوسة ووسواس وجنون وأمور أخرى هذه القضية تخضع لأحد أمرين إما طبي هل ستقول رحنا للأطباء طبعا بعض الأطباء هم سبب بعض الأطباء مو كل أطباء بعض الأطباء سبب في اعتقاد الناس بالجن لأنه الأطباء سيئون فشلوا في تشخيصهم لأنه ليسوا مؤهلين للطباء هذا منشأ خامس ليسوا مؤهلين جعلوا الناس يلجؤون لمثل لماذا؟ لأنه لم يدرسوا جيدا لم يتابعوا لم يحثوا أنفسهم على مزيد من العلم والمعرفة لكي يواكبوا تطور العلم بعض الأطباء ما زال يحفظ المعلومات من السبعينات والثمانينات والتسعينات كمحفوظات أمراض معينة حافظها ووصفات معينة بعض الأمهات أكثر خبرة من بعض الأطباء بسبب الممارسة رضينا جين رح نزعلوا الأطباء بعض إن شاء الله البعض القليل باعتبار أن يغلق الباب أمام المريض حتى ننصف لأطباء كثير منهم مؤمن ومواصل للعلم وأعرف بعضهم مجد ولحد الآن يدرس مع أنه تخرج من سنوات طويلة حتى يواكب الأبحاث هذا يستحق الاحترام والتقدير والإجلال لكن أقول أن هذه المسألة أمام إن شاءها طبي نعم الآن هذا الطبيب ما أعرف ذاك الطبيب ما أعرف مو معنى الطب فشل مو هذا التعبير أنه راجع على طباء وما يكون نتيجة هو راجع بعض الأطباء البسيطين في معلوماتهم أو حتى الخبراء قد تكون القضية الطبية معقدة يعني ليس الطب وصل لكل شيء مو معنى فشل بعض الأطباء يعني أنها ليست طبية هذا أيضا مغالطة فشل بعض الأطباء يعني عجز الطب عن معرفة هذه المسألة المعقدة بعد لم يصل لها كثير من الأمور الآن تم معالجته قبل 100 سنة كانت مستعصية كانت يروحون بها للجن وهكذا ففشل بعض الأطباء مو يعني فشل الطب يعني الطب الآن هذا حد قد بعد فترة إن شاء الله الطب الآن في عجلة سريعة قد يوجد دواء لكل كثير من هذه الأمراض هذا منشأ أو نفسي هذه الأمور يعني غير محترمة في بلادنا وفي مجتمعاتنا عمومة العربية والإسلامية قضايا النفسية الطبيب النفسي عندنا يعني لا يعترف به بمعنى هذا شق البدن البدن صنفان البدن ونفس فالأمور النفسية خصوصا مع المشاكل العويصة التي نمر بها أنا أظن أن لا أريد أن أطلق مثل هذا التصريح لكن أقول بعض سلا أقول الكثير يعني بعض الناس ولا أقول نسبة العقد النفسية مستحكمة فيهم وهذه لا تعالج ولا يبالى بها وهي سبب الكثير من المشاكل أرجو أعطي أربع دقاق لأن هذه قضايا تمس حياة الناس من شيء ثالث الآن الطب والنفس الثالث مهم جدا أيضا يخفل عنه شيء اسم إرادة الله هذا لا يعترف به الذي يقول وعلى ربهم يتوكلون الله تعالى في بعض الأحيان له إرادة وحكمة قد يكون هذا المولود في هذا الزمان في هذا المكان ليس فيه مصلحة للمولود أو للأم أو للأب مثلا قد الله تعالى يريد لهذا المولود أن يكون له ظرف أفضل أو وقت أفضل أو قد يختبر الإنسان بهذا الأمر والله لا يختبر إلا من كان له قدرة على الاختبار أو يؤجل الأمر إلى حين أو أسباب كثيرة فالآن إذا الأمر إما أن يكون طبي أو نفسي يعني كترة الانشغال بهذا الموضوع تربك للهرمونات يعني ينبغي على الإنسان أن يكون شوية هادئ مطمئن لأن هذا الانفعال الشديد لتحصيل الولد والقلق والتوتر والتفكير أنه مرح يجي ولد للأخير آخر الحياة يشعر الإنسان بتوتر عالي قد يأثر على مسار الهرمونات الهرمونات والأمور النفسية التي هي لها تأثير كبير جدا مهمة لدى الناس والأمر الثلاث إرادة الله عز وجل فبدل تابع أو ما تابع أو جن وخرابيط ممكن للجوء لبعض الأدعية لبعض الأعمال لقراءة القرآن والثقة بوعد الله يعني بالأخير الإنسان عليه أن يتوكى يستسلم بأمر الله لا يبقى الموضوع بالنسبة إلى حياة أو موت ليس معلوم كثير من الناس كانوا يتمنون الولد وجاههم الولد بعد انتظار وتوسل بأساليب ودفع أموال وإذا بالولد يصبح جحيم عليهم وهم طلبوه طلبا حثيثا المهم نعم أبو علي أعتقد جوابك صار واضح أنه جن يهود يا رشد أخرشته وستسلم هذا كل زيف لا معنى له أنا أذكر هنا رواية بهذه الأمور يعرف عقل الإنسان لا تقول أن هذا جامعي واستاذ ومدير مدرسة ومعلم ومدرس ومعمم ومتدين ليس بالعناوين بالعقل في رواية تروى عن المعصومين عليه وسلام أن موسى عليه السلام أعجبه بعبادة إنسان من بني إسرائيل وكثير السجود والركوع أحدث بسريع ضيق الوقت فأعجب به فسأل الله في حوار ووحي من عم الله أنه ما مكانت هذا الإنسان فقال الله تعالى هذا لا شيء ليس له أي نصيب من الأجر والثواب قال لماذا؟ قال اسأله وحاوره فذهب فسأله عن رزقي وعن كذا كان في واحة خضراء فمما قال هذا العابد الزاهد المتدين بالظاهر قال أنني أستغرب أن الله تعالى لماذا لا يخلق حمارا ليأكل هذا الحشيش لماذا لا يبعث حماره حجلكم الله ليأكل هذا الحشيش الذي يموت بلا جدوى يعني ينمو وينبت بلا جدوى فجاءت النصها كذا أن القضية بمدار العقل عقل الإنسان يمثل دينه لا بكثرة العبادة والصلاة وهو سخيف العقل الأحمق يستخف بعقله من هذا وذاك وغير ذلك فإذن هؤلاء الذين يقول كثير من منطقتنا اعرف حجم عقولهم من هذه التصرفات ولا التبالي بعنوان أكاديمي أو حوزوي أو متدين أو تاجر أو مثقف أو غير ليس هكذا إنما بمقدار وعي ومقدار عقله طبعا نعرف كثيرين أن الأكاديمي ملاعونة مع الأسف الشديد بمثل هذه القضايا نعم سمح سيد عذرا من الأخوة الذين اتصلوا ممكن تأجيل بعض الأسل إذا الحلقة القادمة انتهى وقت البرنامج إن شاء الله ونالك تكملة في موضوع وقضية الجن وبعدها إن شاء الله نتحول إلى موضوع السحر اسمها حسين محمد حسين عميدي شكرا جزيلا حضوركم نسأل الله أنه تم بدأنا والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم حياكم الله مشاهدنا كرام الحلقات القادمة إن شاء الله تحت نفس العنوان المعجزة وخوارق العادات ضمن برنامج حق اليقين إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة